اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الاعلام اكد ان تطوير المحتوى المرئي على مختلف منصات الوزارة يشكل اولوية في جميع الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها نعم وذلك من اجل تقديم خدمة اعلامية تتناسب مع التطورات المتسارعة في مجال العمل الاعلامي على المستوى العالمي وحتى يكون الاعلام الوطني قادرا على التعبير عما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في مختلف المجالات وقال سعادة وزير شؤون الاعلام خلال اللقاء الذي عقده مع منتسبي الوزارة المشاركين في مبادرة الافكار الابداعية المرئية خارج الصندوق ان توجيهات السامية والدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمساندة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لقطاع الاعلام يشكل حافزا قويا نحو مزيد من الابداع والابتكار والخروج بأفكار ورؤى جديدة تعزز من دور الاعلام ورسالته في خدمة الوطن والارتقاء بالوعي العام وتنويره من خلال تقديم مواد اعلامية تتسم بالمصداقية والمهنية طاقات مبدعة استعرضت أفكارها من خلال مبادرة خارج الصندوق التي آتت لتكون بنكا خاصا للأفكار الابداعية التي من شأنها تطوير المحتوى الاعلامي المشاركين في هذه المبادرة أكدوا التزامهم التام لتقديم الأفكار المميزة باختلاف تخصصاتهم ليكونوا شركاء أساسيين في مراحل الانتاج الاعلامي سابقة خارج الصندوق كانت هي المخرج اللي خرجنا فيه من مختبر المبدعين مؤخرا والهدف منه هو إثراء الساحة الإعلامية في مملكة البحرين وتحديدا الخروج بأفكار إبداعية جديدة من وزارة الإعلام بمحتوى مرئي جديد مبتكر وتطويري ما فاجأنا العدد حوالي 196 مقترح أو فكرة من 92 موظف ما فاجأنا العدد لأننا نعرف أن الكثير من الزملاء لديهم كثير من الأفكار الإبداعية الجميل أيضا بأن هذه الأفكار ستتحول إلى بنك للأفكار بنك دائما موجود صندوق الاختراحات هو مجرد وسيلة لهذا البنك أننا في أي وقت لدينا مثل هذه الأفكار الإبداعية تعاون مشهود للمساهمة الفاعلة في خلق بيئة متجددة تضمن تبادل الخبرات ونقل المعرفة من المرسل إلى المتلقي اليوم مبادرة خارج الصندوق أعتقد هي واحدة من مبادرات الجميلة التي يمكن وزارة الشؤون الإعلام تبادر فيها وتقلق فرصة أن اليوم كل يعمل كفريق عمل واحد وإن شاء الله يتلقى النور خلال الفترة القادمة والمشاهد يمكن يشوف شيء مختلف وانطباع مختلف عن ما شاهدنا خلال السنوات الماضية مسؤولية وطنية مخلصة ترجمت خلال هذا اللقاء الذي أكد الاستثمار المستمر في العنصر البشري باعتباره بحور التنمية وأساسها لبناء مستقبل الوطن الزاهر من خارج الصندوق انطلق هذا الحماس لتطوير المنظومة الإعلامية والمحتوى الإعلامي من خلال خلق بيئة خصبة للإبداع الغير المحدود للتنافس الشريف لخدمة الرسالة الوطنية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين